جومي بحرجها قبل المولد النبوي الشريف قسما بالله هتم لبيتك أموال وأرزاق بلا انقطاع الوصفة دي أو الطريقة دي سهلة وبسيطة جدا بتخرج جميع أنواع الحسد والسحر اللي موجود في بيتك لمجرد ما تحرقي المكون ده المكون ده وجوده في بيتك معجزة بها يغير حياتك نهائيا مهما كان حياتك فيها مشاكل مهما كان عندك سحر جديم أو جديد تخلصي من جميع أنواع السحر والحسد من بيتك وملي بيتك رزق وأموال لمجرد ما تقومي بحرج المكون ده قبل المولد النبوي الشريف السلام عليكم معاكم قناة روحانيات ست البيت اتنين النهاردة هقول لكم على مكون المكون ده حرجه في البيت للناس اللي تعرف ان انت مثلا تعرف ان انت عندك حسد أو عندك سحر أو ما تعرفيش عندك مشاكل ولكن لا قبل كده عملت كشف ولا قبل كده شفتي اي حاجة او حد شافلك اي حاجة من الحاجات دي علشان يعرفك حتى نوع الحسد والسحر عندك وحابة تحصني نفسك وحابة تخرج الحسد من البيت وحابة تعملي بنفسك او يعني تقومي بنفسك بطريقة في البيت للتخلص من جميع المشاكل دي ايا كانت حسد او سحر او نظرة او كل المشاكل دي عندك كمان عدم قبول او عدم محبة او من المقربين الليكي او من العيلة اللي انت عايش فيها او من اهل زوجك او من كل الكلام ده المكون ده لازم تقومي بحرقه قبل المولد النبوي الشريف الايام دي ايام حلو جدا ان انت تقومي بحرق المكونات دي او المكون اللي انا هجلك عليه ده ضروري جدا الوصفة النهاردة بتاعتنا بدون بخور من غير ما هنتقطق ملح ومن غير كمان ما نحرج ورق غار نهائيا من غير ما نعمل كل الحاجات دي كل اللي انت هتعمليه زي ما هتشوفي كده هتجيب المكون ده وطبعا ليه خلطة معينة وليه طريقة معينة ونبدأ نخلطه في الاول ونجهزه ونبدأ نحرجه واحدة واحدة وعاوز اقولك انه ليه طوقتين في اليوم بيتحرك فيهم يعني اليوم اللي هتسمع في الفيديو تقدري تحرجيه على مرتين او كمان ان انت ما لحكتيش مثلا النهاردة حركتيه مرة واحدة ما لحكتيش تحرجيه مرة تاني تقدري تاني يوم تحرجيه في اي طوقيت انسب طوقيت للطريقة دي هجلهولك لانه التوقيت بتاعها اللي هتعمليه فيها هو اللي هيفيدك اكتر من المكون المكون بتاعنا اللي احنا هنستخدمه طبعا مش هنستخدمه الواحده في اضافة تاني هنحطها عليه بس اضافة بسيطة لا تذكر يعني تمام هو الكمون الكمون الاخضر الكمون الاخضر ده شبه بالزبط الحبة السوداء او الكمون الاسود وهوما اللي اتنين ما يختلفوش عن بعض وريحتهم حلوة جدا واهم شيء تختريه الكمون الاسود الكمون الاخضر اللي ريحته حلوة مش اللي ملهوش ريحة لانه فيه كمون ملهوش ريحة الا لما بتطحنيه اختاري تكون نوعيته ريحتها نفازة ريحتها قوية وطبعا تقدر تستخدم منه نص كوباية او كوباية او فنجان صغير يعني نص فنجان او فنجان وهو ده اللي هنخلطهم او هو ده اللي هنستخدمه على مدار اليوم مرتين هنضيف عليه شوية من الشاي الاسود حبة كد كفت ايدك او شوية على كفت ايدك مش كد كفت ايدك ولا حاجة هما شوية حاجة بسيطة على كفت ايدك والشاي الاسود زي ما ذكرت قبل كده يا جماعة اي نوعية بخور او تبخيرة بالشاي بتكون الشاي الاسود مش الشاي الاحمر مش الشاي الاحمر اللي انت بتستخدميه العادي في البيت لا بيكون الشاي بيكون الشاي الاسود خلاص هجلب كمية بصوا زي ما انتم شايفين يعني يا دوبك كده ان انا خلطت الكمون الاخضر بالشاي الاسود ما زودتش في كمية الشاي ما غمكتهمش يعني فتحين جاعدين زي ما انتم شايفين واضح اه الحبات بتاعة الكمون الاخضر واضحة جدا نجلبيهم كويس في جلبه بعض كده ومن غير ما توصل لهم اي مية لانه في ناس ممكن تقولك مثلا ده بيتنجع في الخل او بيتنجع في خل الطمر او الكلام ده لأ هتستخدميه كده لان انا طبعا هنبخر بيه وفي طريقة تاني لاستخدامه في ناس بتعملوا بالطريقتين لو حابة تعمليه بالطريقتين في البيت يعمليه حابة تحرجيه فقط احرجيه بس المهم لازم تجومي بحرجه اه بعد ما جهزنا المكونات كده هنبدأ نجيب عين الغاز او البتجاز بتاعك وتكون سخنة وتبدأ اتهد النار هد النار على كده ما تقدري علشان مش اول ما تحطيه على النار يعمل اه يتحرج بسهولة لا احنا عاوزين نحرجه بس بالبطيء نحرجه بالبطيء يعني يعمل اه بخور كده تبخيرة في جلب البيت اه شبه البخور بالضبط الشبه اللي انتي اه جايبه البخور وحطاه مثلا على الفحم والكلام ده وطلع ده انا عايزيه نفس الدخنة دي خلاص فانا عشان ما ملاش الدنيا دخنة انا هقولك تعمليه ازاي بالضبط بعد ما فتحت عين البتجاز هادية جدا ابدأ انزلي بشوية شوية واختاري اجل عين في النار او اجل عين في البتجاز يعني اهدعين حتى لو كانت العين الكبيرة عندك بس هادية هتحطيه على من غير ما تحطيه على صاج يعني من غير ما تحتاجه تحطيه على صاج او تحطيه على حاجة كل اللي انت هتعمليه تحطيه مباشرة كده على عين البتجاز او عين الغاز بتاعك زي ما بتسميه يعني في المكان اللي انت فيه خلاص بس تكون العين سخنة اه عشان اول ما تحطيه تبدأ ان هي ايه تبخر لك البيت كله اه حابة تبخر بيه يعني عندك مبخرة مثلا تسخنيها او تسخن ايه تسخن صغيرة فيها وتحطيها وتمشيها على اه في البيت كله وانت بتحرجي الكمون بالشاي حرج ده حرج مش مش بخور فقط احنا بنحرج بنحرج الكمون والشاي بنحرجهم خلاص اه لحد ما تلاقي ان الكمون الاخضر ده اصبح اسود زي الكمون الاسود بالظبط طيب لو انا ما عنديش الكمون الاخضر ما عنديش مش متوفر استخدمي الكمون الاسود او الحبة السودة زي ما اه بنسميها بس احاولي تزودي خالص من الكمون الاسود يعني اعملي فنجان كامل من الكمون الاسود علي رشة بسيطة من الشاي الاسود وعموما الكمون الاسود بيترش فقط لكن لو حركتي بيملى بيتك رزق جدا ودي الطريقة لناس كتير ما تعرفهاش لانه معروف انه الحبة السودة او الكمون الاخضر ده بيترش او بتوجد في البيت في سرة بنربطه ونشيله لكن حرجه حرجه يا جماعة في البيت بيطرد الشياطين والسحر والحسد بيطرد الشياطين والسحر والحسد القوي او النظرة القوية اللي اعراضها اعراض سحر تمام فلو عندك حتى الاتنين نظرة وعندك حسد وعندك سحر وعندك كل الامور دي تمام والامور دي مرشوشالك على الارض او الامور دي مثلا خطيتي عليها بالغلط مشيتي في شارع غلط مشيتي في عتبة غلط او عديتي عتبة باب بيتك في توقيت غلط لانه في بعض الوقت في بعض الاوجات ما ينفعش تخطي عتبة بابك فيها وخصوصا الفترة بالليل او ساعة الجيالة زي ما بنسميها اللي هي ما بين العصر والضهر ما بين الضهر والعصر فيه توقيت من المفروض ما تطلعيش من عتبة بابك بس لو انت بره تدخلي لو انت بره تدخلي بيتك لكن ما تطلعيش كمان التوقيت ده من بعد الساعة اتنين بالليل اللي هو ما بين الساعة اتنين لحد الفجر دول التوقيتين اللي لو خطت فيهم بيحصل عندك عكس وعكوسات كبيرة جدا في البيت فلازم تجوم بحرج الكمون والشاي الاسود يعني بصي الكمية اللي انت شايفها دي عشان اكد لك الطريقة الكمية دي من المفروض تحرجيها على مرتين في اليوم يعني تحرجيهم مرتين مرة في اول اليوم ومرة في اخر لو ما لحكتيش اللي اخر اليوم وجاء عليك اليوم عدة وما لحكتيش تحرجي الكمون الاسود والشاي الا في الليل خالص تعالي تاني يوم احرجيه بالليل برضو ما تحرجيهش في الصبح او بالنهار احرجيه بالليل برضو اما اذا اخدت اليوم من اوله وخلاص صحية الصبح هتعمل الطريقة اول اليوم احرجي نص الكمية اللي انت شايفها نص الفنجان المخلوط ده واخر اليوم ايا كانت توقيته الساعة احرجي الكمية التانية خلاص بسهولة جدا ما فيها الصعوبة اما اذا حركتيها بالليل وما حركتيش بالنهار فهتيجي تاني يوم تحرجيها بالليل المهم على مرتين وفيه ناس كتير بتاخدهم كده بعد ما تحرج منهم شوية كمان ترش منهم على الاعتاب في اي توقيت في اي توقيت يا جماعة اتمنى تكون الطريقة سهلة وبسيطة واي حاجة مش فاهمينة او اي اقتراح ليكم ياريت تكتبوهونا اسفل الفيديو مش ابخل عليكم بالرد ابدا وياريت ما تبخلوش علينا بلايك للفيديو واشتراك للقناة وفعلوا زر الجرس للكل علشان يوصلكم كل جديد اسيبكم في رعاية الله وحفظه اشوفكم فيديو جديد وطريقة جديدة باذن الله والسلام